السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بدرس جديد نتكلم في هذا الفيديو عن زمن الـ Present Continuous زمن الحاضر المستمر أو اسم ثاني Present Progressive لو اسمعت Present Continuous صحيح Present Progressive أيضا صحيح إذن الزمن المضارع المستمر طبعا الزمن هذا مو موجود عندنا باللغة العربية كمضارع مستمر أو حاضر مستمر لكن موجود باللغة الإنجليزية كيف يستخدم هذا الزمن؟ كل ذلك سنتعرف عليه في هذا الفيديو إن شاء الله ممكن شخص يسأل طب شو الفرق بين مضارع بسيط مضارع مستمر المضارع البسيط يحدث بشكل اعتيادي أو حدث اعتيادي أو متكرر نستخدم المضارع البسيط بينما المضارع المستمر حدث يحدث في لحظة التكلم إذن بهاللحظة التي تتكلم فيها استخدم المضارع المستمر ليدون على استمرار الفعل لاحظ I am a teacher أنا معلم I teach English أدرس اللغة الإنجليزية هذا عمل اعتيادي أو عمل متكرر I'm teaching English now أنا أعلم الإنجليزية الآن إذن هذا مضارع مستمر بهاللحظة هاية وأنا أتكلم لكم إذن هذا نستخدم المستمر لا أقول I teach English now أو درس الإنجليزية الآن هذا خطأ I teach English استخدم I teach هذا خطأ يجب أن نستخدم I'm teaching I speak to him every day أتحدث إليه كل يوم هذا عمل اعتيادي أو حدث اعتيادي You are listening to me now أنتم تسمعون إليه الآن الحدث مستمر بالنسبة لكم أنا أتكلم أنتم تسمعون إذن هذا مستمر لاحظ أن نستخدم الزمن المضارع المستمر نتبع الجملة هذه I'm speaking أنا أتكلم أنا أتحدث الآن You are listening أنتم تسمعون إذن هذا الفرق بناتهم زمن ما موجود عدنا باللغة العربية ما موجود باللغة الإنجليزية كما أسلفنا سابقا إذن لاحظ I'm speaking أنا أتحدث You are listening لا نقول I speak You listen هذا خطأ أقول I am speaking You are listening ننتبه ل هذه المعلومة لمعرفة كل زمن باللغة الإنجليزية عدنا 12 زمن باللغة الإنجليزية لمعرفتهم يجب أن أعرف عنهم سبع أشياء فقط لا غير لازم يكون أفكار تكون متسلسلة بحيث أنه بتكلم بكل أرياحية وأعرف استخدم الزمن بكل سهولة لازم أعرف سبع أشياء كما قلنا Form شكل يقصد به شكل الفعل لأن الأزمنة تختلف فيما بينها بشكل الفعل كل زمن له شكل فعل خاص به إذن لازم نعرف شكل الفعل لهذا الزمن أيضا نعرف الاستخدام متى أستخدم هذا الزمن لكل زمن له استخدام معين General rules قواعد عامة لكل زمن فيه له قواعد معينة How to make question كيف أشكل سؤال How to answer كيف أجاوب إجابة قصيرة أو إجابة طويلة Negative نفي كيف أنفي الفعل أو زمن حدوث الفعل أو الحدث Adverse الظرف الظرف أو دلائل اللي نسميه دلائل الدل على هذا الزمن إذن لما عرفت كل زمن يجب أن نعرف أنه سبع أشياء نحفظهم بهذه الطريقة هذه بحيث أنه تكون أفكارنا كما قلنا ومرتبة ويسهل علينا دراسة الزمن هذا واستخدامه بشكل صحيح نبدأ بدراسة كل واحدة على حدة إن شاء الله طبعا نبدأ بدراسة شكل الفعل لكل زمن شكل الفعل خاص به اللاحظة أي جملة باللغة الإنجليزية تبدأ بـ subject الفعل بعدها بيكون الفعل وعدنا compliment تكملة الجملة تكتبتم شكل مختصر sv.com s يعني subject أخذت أول حرف فعل v verb الفعل com compliment تكملة أو نسميها the rest of the sentence تكملة الجملة أو باقي الجملة الأزمنة تختلف كما قلنا بشكل الفعل فقط لا غير لا يختلف الفعل ولا تختلف تكملة الجملة فقط شكل الفعل لكل زمن شكل خاص به بالنسبة لل present continuous أو present progressive شكل الفعل بيكون مكون من ثلاث أجزاء ثلاث أجزاء لازم يدع verbs to be إذن فعل الكون am is r بعدين ادعونا الverb one فعل بالتصريف الأول أو بالشكل الأول الفعل مضاف ing إذن ثلاث أجزاء be am is r verb نضيف ing طيب اللاحظ he is playing video games now إذن هو يلعب العاب الفيديو الآن في هذه اللحظة اللحظة الفعل مكون من is الفعل play مضاف ing is كما قلنا لازم يكون verb to be فعل كون is مع هي نستخدم is عدنا الفعل play فعل main verb فعل رئيس بالجملة وعدنا ing نضيف ing للفعل ممكن شخص إذا سألنا ون الفعل ممكن يقول play وهذا خطأ يعني هو بالأصل حذف is or ing play video games now هذا خطأ هذا ليس الفعل بالمضارعة مستمر هذا فعل رئيس بالجملة لكن ليس الفعل هذا صار مضارعة بسيط ممكن شخص أسأل ون الفعل بيقول is play وهذا خطأ ممكن شخص ون الفعل playing وهذا خطأ الفعل ثلاث أجزاء بالمضارعة المستمر تذكر هذه الملاحظة أبدا ودائما المضارعة المستمر مكون من ثلاث أجزاء رح يكون عدنا verb to be الجزء الأول play أو verb الجزء الثاني وعدنا ing الجزء الثالث ننتبه على هذه الملاحظة جيدا الجملة الثانية they are cleaning the car أنهم يضفون السيارة أين الفعل ممكن شخص كما قلنا clean هذا خطأ أو cleaning خطأ are clean خطأ أو ممكن خطأ الفعل بالمضارعة المستمر ثلاث أجزاء شكله قاعد باللغة الإنجليزية يستخدمونه بهذا الشكل هذا نحن نتعلم به الطريقة هذه الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث ممكن شخص يسأل طيب ما نسمي clean الوحد عدنا r cleaning نسمي r cleaning نسميها verb فعل بالجملة طيب clean الوحد نسميها main verb فعل رئيسي فعل رئيسي بالجملة يعطي معنى الجملة r الوحد لا تعطي معنى ing لا تعطي معنى ما لها أي معنى أبدا عبارة تعطي شكل للفعل clean هي الفعل الرئيسي بمعنى ينظف r cleaning معناته ينظفون السيارة الآن في هذه اللحظة إذن فقط عشان بتكون أسهل المعلومة المضارع مستمر مكوّم من ثلاث أجزاء راح يكون جزء أول am is are على حسب الفاعل وعدنا verb one يعني الفعل بتصرف الأول أو main verb مضاف ing إذن تذكر ثلاث أجزاء للفعل بالمضارع المستمر ممكن شخص يسأل متى أستخدم أفعال كون I الوحدة بمعنى يكون مثلا ناخد مثال I am a teacher أنا معلم يعني أنا أكون معلم لكن بزمن present continuous بزمن المضارع مستمر ليس لها معنى فقط كون شكل الفعل فقط لا غير we you they are لاحظ ممكن نختصرها نحذف أول حرف من am is are لاحظ the I'm يعني I am I'm he is he's حذفنا I he's she is she's it is it we we are where you are you are they are there إذن هل هذا بشكل long form شكل long form شكل طويل أو مطول لدينا short form شكل قصير أيضا ننتبه is مع المفرد إذا كان one are إذا كان عدنا plural إذن هنا singular مفرد plural ones يعني more than one كيف يعني إذا كان he she is نستخدم is طيب إذا كان عدنا he and she بهذا الحالة لا نقول he and she is هذا خطأ نستخدم are لأنه صار عدنا جمع he and she صار they وعدنا and خلاص صار عدنا جمع ممكن عمر is طيب لو كان عدنا عمر عمر and أحمد عمر وأحمد بهذا الحال نستخدم are جمع لماذا جمع لأنه عدنا and أكثر من واحد نستخدم are إذن بالمقتصر is مع المفرد are مع الجمع طيب نأخذ آخر مثال the team الفريق is طيب إذا كان عدنا the teams الفرق نستخدم are الاستخدام الرئيسي للمضارع المستمر والحضر المستمر هو حدث يحدث في هذه اللحظة هذا الاستخدام الرئيسي لهذا الزمن إذن أحداث تحدث في لحظة التكلم بهاللحظة تكلم فيها الحدث مستمر my friend is waiting for me at this moment ينتظرني لاحظ صديقي في هذه اللحظة الفعل والموجود لا نقول wait لوحدها أو waiting أو is wait الفعل is waiting is waiting ثلاث كلمات أو ثلاث أجزاء ليس ثلاث كلمات ثلاث أجزاء إذن هذا الفعل في الجملة at this moment في هذه اللحظة my friend is waiting for me at this moment إذن حدث يحدث في هذه اللحظة صديقي ينتظرني فعل انتظار مطول they are reading a new story now يقرؤون قصة جديدة الآن الفعل are are reading إذن هذا الفعل ثلاث أجزاء كما قلنا are read ing كما قلنا are ليس لها معنى بهذه أو بهذا الزمن الانجي ليس لها معنى فقط تعطي شكل للفعل عشان ميزه عن المضارع البسيط كشكلا are reading يقرؤون يعني هم يقرؤون قصة جديدة الآن إذن أول استخدام للمضارع المستمر وهو الاستخدام الرئيسي لهذا الزمن هو أحداث تحدث في هذه اللحظة أو في لحظة التكلم الاستخدام الثاني ليه المضارع المستمر إذا كنا نتحدث عن أحداث تحدث بانتظام لفترة قصيرة لفترة قصيرة من الزمن نسميها temporary habits عادات مؤقتة يعني مستمرة مؤقتة أو نسميها temporary routines routine مؤقت وليس مستمر يعني الفترة طويلة إذن عادات مؤقتة أو routine مؤقت يحدث لفترة قصيرة مثلا we are drinking a lot of coffee here in England إذن نشرب الكثير من القهوة هنا في إنجلترا بينما نحن في إجازة مثلا while we are on holiday بينما نحن في إجازة إذن هذا routine لكنه مؤقت إذن we are drinking a lot of coffee here in England I'm learning to drive أتعلم لأقود إذن أو أتعلم القيادة بهذا الحال أيضا routine التعلم شكل يومي أو شهري أو أسبوعي وهكذا لكنه ليس فترة طويلة أو عادة لكن عادة مؤقتة إذن بهذا الحال نستخدم المضارع المستمر I'm learning إذن لازم نضيف هنا ing إذن الفعل learn بشكل هذا I'm learning to drive أيضا نستخدم الثالث للمضارع المستمر أن تكون عادة مزعجة يعني واحد دائما مثلا نقول أنت دائما تقول هذا الشيء دائما تعمل هذا الشيء إذن شيء مزعج يعني عادة على طول موجودة عندك He's always asking bad questions هو دائما يسأل أسئلة سيئة لاحظ Is عندنا asking حطنا always دائما يدل على أنه شيء سيئ He's always asking bad questions استخدمنا المضارع المستمر لندل على أنه شيء مزعج ممكن أن نقول He asked asks bad questions هو يسأل أسئلة سيئة مضارع بسيط لكن عندما نستخدم المضارع المستمر يدل على أنه نحن مزعجين من هذا الشيء They are always shouting at him دائما يصرخون عليه ممكن نقول They shout at him يصرخون عليه عادة لكن استخدمنا المضارع المستمر يدل على أنه نحن مزعجين من هذه العادة They are always shouting at him الاستخدام الرابع للمضارع مستمر لنتحدث عن أحداث مستقبلية رتبنا لها وسوف تحدث في المستقبل We are going to Spain tomorrow سنذهب إلى إسبانيا غدا We've got the tickets حصلنا على التذاكرة التذاكرة موجودة عندنا رتبنا حجزنا سوف نذهب إلى إسبانيا إذا نستخدم أو بإمكاننا نستخدم المضارع المستمر ليدل على المستقبل We are going to Spain tomorrow يعني سنذهب نترجمها مستقبل سنذهب إلى إسبانيا غدا بهذا الشكل تكلمنا عن شكل الفعل بالمضارع المستمر أيضا تكلمنا عن استخدام المضارع المستمر الأربع استخدامات وتحدثنا استخدام الرئيسي للمضارع المستمر هو التحدث في للتحدث عن فعل يحدث في لحظة التكلم أيضا تكلمنا أنه يجب أن أعرف سبع أشياء عن كل زمن إذن خلصنا الفورم الشكل عدنا Use الاستخدام نتكلم بباقي الأجزاء الأخرى من ثلاث إلى سبع إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله الجزء الثاني من المضارع المستمر بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم أتمنى أن قدمت شيء للفائدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا